السؤال الخامس هل الأذان الأول يكون في وقت واحد وهل هو واجب ما أدري ماذا يعني بالأذان الأول إن كان يعني بالأذان الأول الذي هو في الجمعة للجمعة فالذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن علي هو أنه أذان واحد وهو عندما يصعد الإمام على المنبر ويقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ذلك الوقت يؤذن وأذان واحد فقط وعثمان رضي الله عنه اجتهد فجعل مؤذنين مؤذن بالسوق لأن المدينة توسعت من أجل لأن بعض ما يسمى ما يبلغه الصوت فمؤذن في السوق ومؤذن في المسجد ومؤذن في المسجد ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه لم يأمر أهل الأمصار بذلك ولم يكلف الناس بذلك قال عمر بن دينار أول من أذن الأذان الأول بمكة الحجاج بن يوسف حجاج بن يوسف ومعنى أن ابن الزبير لما كان بمكة وكان كان يعني قد سيطر على كثير من البلاد ما كان يؤذن إلا أذانا واحدا ما كان يؤذن إلا أذانا واحدا على كل هذا الأذان ليس واجبا والصواب أيضا ليس مشروعا وقال عبد الله بن عمر وبدعاه أيضا هذا الأذان الأول للجمعة إيش الفائدة منه الآن ما في فائدة يعني كان مقصود عثمان رضي الله عنه أن هذا يدعو الناس من أجل أن يحضروا للجمعة مبكرين الآن يسمعون يعني أولا شيء الصلاة على النبي وعند البدع أيضا يجي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حدود عشر دقائق وبعدها الأذان الأول ويقومون يركعون ويؤذن الأذان الأول عند دخول الوقت ثم يقومون يصلوا ركعتين أو أربع ركعات ثم يأتي الخطيب ويؤذن الأذان الثاني ثم يخطب الخطيب الخطبة الأولى والناس أينهم جاءوا؟ ما جاءوا إذن ما الفائدة من هذا الأذان؟ ما لا فائدة منه؟ المقصود الذي من أجل عثمان رضي الله عنه يعني قال رأى ذلك؟ فهذا المقصود الآن غير موجود ومع هذا ما يأتي الناس إلا في الخطبة الثانية أو في آخرها فإذن الأذان الأول هذا ما منه فائدة بل ربما يحلم الناس الكسل يقول هذا الأذان الأول عاد باقي الأذان الثاني وباقي الخطبة الأولى وباقي نعم والخطيب ما يقصر يدي لنا ساعة يعني أمورك طيبة أمورك زينة عاد يروح بح واشتر وإلعب وإذا كان يريد بالأذان الأولى يعني الأذان للفجر الأذان الأول الأذان الأول يعني سنة ليس واجبا وليس وفي وقت واحد وقبل دخول الوقت الشرعي ترجمة نانسي قنقر